تلاقي أمهات وكثير بنشوفهم تقول لك أنا لما نبعد عن ولدي ساعة أو ساعتين أحس على طول أروح أدور له فينه هذه مشكلة عند الأم ترك تعلق تخلق طفل متعلق كمية التليفونات اللي سير في البيت لأنه هي مجرد أن حاسنا سيبته بالضبط اللقطة الثانية الأم اللي غير خلينا نقول الأم البعيدة جدا يعني إذا الطفل ما بيأخذ احتياجه من التعلق أنا سميه التعلق الآمن اللي يطيح إحساس بالأمان من أمه أو من أبوه هنا يبدأ هو يبحث عنه ويتعلق فيهم لأنه هنا الموضوع صار ناشئ هذاك خايف يبعد عنه هذا خايف يفقدها فهذا ما هو حاسس بالأمان هذا خايف أنه أنا أمي ستقعد معي شوية وبعد شوية ستروح تختفي طبعا هو بالنسبة له ما يعرف هي ليش اختفت ما يفهم لسه معنى القدرات إدراكية ما هو عارف أنه مثلا امع أي عاملة أو أنها مرر سوشل مع أنه المفروض تستغل هذا الوضع أنها تعلموا الولدها وكمان فكرة تركي إن كان توافقني الرأي مرات توتر الأمهات يزيد توتر الطفل بدون يعني تنقل له هذا الشعور بدون ما هي تحس خاصة في الفترة هذه أنه هي تعودت عليه موجود معاه في الفترة كاملة وطويلة يعني إحنا بنقول أولا ستة أسابيع حتكون أولاين لكن حتيجي بمرحلة أنهم يروحوا ويداوموا كيف إحنا نخفف هذا التوتر بين الأم والطفل هو في دراسات اسمها توتر الأجيال الأم المتوترة تنشئ جيل متوتر من غير ما هي تعرف فعشان كذا أنا دايما حتى لما يجونا أمهات أو يشتكوا كذا أقول لهم خلوا الآن الطفل خلوني يشتغل معك أنت كأم لأنه إذا المشكلة أو الخلل هذا تزن عندك أنت ستعرف توزنين مع أطفالك فطبعا ممكن خلال فترة هذه اللي راحت وهذا الأغلب اللي صاير مع الأمهات صار عندهم تعلق أكثر بالأطفال أو خلينا نقول مزهق أكثر منهم بغض النظر هي جاية أنه أنا طفشت منهم أو أنا تعلقت فيهم هذا حيسبب توتر أكثر على الطفل لأنه حينعكس عليها بسلوكياتها فإحنا دائما نقول أول شيء لا نكسى على نفسنا ولا نكسى على الطفل فين إحنا واصلين؟ نبدأ من هذا المكان خطوة خطوة أيوة يعني حبة حبة والله طفلي مرة متعلق فيها مو لازم على طول أنا والله أكتشفت أن طفل متعلق لازم أنا على طول أكسر وأسوي وأنا متعلقة بطفلي ناخد نقطة نقطة نبدأ نشوف إحنا اليوم فين أنا اليوم مثلا أم ما بقدر أبعد طفلي عني المدة ساعة أبدأ أوصل لمرحل أنه أبعد طفلي عني المدة ساعة في بيئة مناسبة لو ما هو مجبور عليها هذه نقطة مرة مهمة لأنه إيش بيصير؟ طبعا إحنا عندنا الآن في السعودية الدراسة أونلاين بس فيه دور في الخليج لا الدراسة موجودة يعني في المدارس وفي دول عربية فإحنا نغطي الاثنين أيو فالأم اللي بتودي ابنها المدرسة أو الحضانة إذا لقيت عنده رفض في البداية إحنا نتكلم عن سن ثلاثة أربعة يعني ترى ما هيفقد شيء إذا هو أول أسبوع أو أول أسبوعين بيروح ساعة ساعتين ويمشي ترى موها ذاك العلم اللي حيفوته والبلاسات إحنا يهمنا الجانب النفسي عشان ليصير عنده ردة فعل عكسية تجاه المدرسة بعدين ويرفضها تماما فأنا أبدأ أودي شوية ساعة أبدأ أنا بيني وبين نفسي أحطه في حاجة في ملاهي في مكان قدام عيني أنا أقعد جنبه وأتفرج عليه أفصله عني بشكل مؤفر شوية شوية وأخلي معه أحد غيري أبو أختي خالته عمته جدته ناس أنا أوثق فيهم وأخليهم هم معالي لأنه أنا كأم أو كأب أنا أحتاج نفسي أنا أفصل عشان أنا أفك التعلق لأنه إذا فكيته أقدر أساعده أنه هو يفكه عنده الشيء الثاني فيه دائما نقول أكبر هدية نعطيها لأبناءنا هي أنه إحنا نعطيهم المهارات الحياتية اللي تجعلهم يكبروا ويصيروا مستقلين عننا مش مستقلين يعني ما يبغونا يقدروا يتعاملوا مع الحياة في وجودي أو عدمها وهذا هو الحب فيه فرق بين الحب وبين التعلق والثقة لازم نعطي له الثقة كمان هو أنت عشان تبني استقلالية يجي تحتها باكيج مارة كبيرة أكيد الثقة وأكيد اعتماد على الذات وأكيد مواجهة مصاعب تعامل مع مشاكل تعامل مع المشكلة فأنا إيش دوري هنا أسوي كأم أب يعني يجوا همات يقولوا يعني ما أخاف عليه لا طبعا الخوف هذا فطري صحيح أنا كيف تعاملت مع الخوف هو هذا اللي أنا أبغى أسوي هذا هو الذكاء أيو يعني أنا خايف أنه طفلي والله يضيع مني أعلمه أنه إذا ضعت قول ماما مصرخ إذا لقيت نفسك لوحدك أوريله إيش يعني سيكوريتي أو إيش يعني أم أديره المهارات الحياتية لتساعدوا يتعامل مع هذا الشي مو أنا أقعد مع 24 ساعة وأقول أنا خايف عليه فمشكلة مو في الخوف المشكلة في التعامل مع الخوف فعشان نفرق تعلق حب الحب سليم ومتزم التعلق فيه تحكم وسيطرة وأمشي بالمخاوف مو بالرغبات مو إيش أبغبني فيه إيش خايف عليه